رئيس الحكومة عبد الملك سلال وأعضاء حكومته الرابعة يتأهبون لرقاء القاضي الأول في البلاد عبد العزيز بوتفلقة وذلك بعد الاجتماع الودية اليوم الأربعة والذي جمع بين سلال وأضلع حكومته الرابعة المنبثقة عن التعديل الوزاري الأخير سلال اجتمع بحلفائه من الجهاز التنفيذي لأول مرة بعد الحركة التي قام بها الرئيس بوتفلقة مغتنما الفرصة لتقديم الوافدين الجدد على قصر الدكتور سعدان وكذا التطرق لجدول الأعمال الذي سيحاول من خلاله الوزراء الجدد استعراض عضلاتهم أمام الرئيس الأحد القدم إلا أن سلال وبعد هذا الاجتماع التمهدي لينوي تقديم خطة عمل للبرلمان كما تنص عليه المادة الثمانين من الدستور باعتبار أن بوتفلقة عدل على بعض الحقائب الوزارية ولم يعدل الحكومة بأكملها التي ستعمل بقيادة رئيسها على استكمال خطتها التي شرعت فيها بعد تعديل مايي 2014 وبما أن الوديات دائما ما تكون تمهدا للرسميات من المرتقب أن يجتمع الرئيس بوتفليقة الأحد القادم بالجهاز التنفيذي من بوابة أول مجلس وزاري لحكومة سلال أربعة من أجل وضع خارطة طريق للمشهد المستقبلي للبلاد فمن المنتظر أن يتطرق الرئيس إلى عدد من القضايا على الصعيدين الوطني والدولي الشغلة للحيز الأكبر في السحة وفي الجهة المقابلة من طاولة صنع القرار ستعرض الحكومة الجديدة خطة عملها على الرئيس من أجل مناقشتها والنظر فيها قبل المرحلة التي ستكون مليئة بالاستحقاقات السياسية ولعل أبرزها التعدل الدستوري